دكتورة أمل خليني أسألك الألعاب البراليمبية بنبقى مبهورين بالشباب أولاً بيحققوا كمان ميديليات أكتر حتى من الأسوياء يعني عندهم من القدرة والصمود طول الوقت التأهيل بيحصل إزاي؟ يعني تاخد وقتها قد إيه المعسكرات بصير التأهيل بيبقى في الأندية أو في الهقيقات أو مراكز للشباب إحنا دورنا كاتحاد أو لجنة براليمبية إن إحنا بنختار نتيجة البطولات اللي بنعملها جمهورية أو كده بنختار منتخب زي أي منتخب لغير المعاقين فدول اللي إحنا بقى بنستثمر فيهم بيعملهم معسكرات بس دايماً القادرون باختلاف هتلاقيهم زي ما حدرتك قلت بيحققوا نتائج ونتائج مبهرة هم شايفين إن ده مجال يقدروا يقولوا إحنا موجودين فيه ربنا دايماً ميدي لكل حد فينا قدرات مختلفة حدرتك متميزة كإعلامية هو متميز ربنا داله قدرته وموهبته في الرياضة في جسمه في استخدامها حتى لو هو على كرسي فلماً أنت النهاردة تلاقي بطل من دول لازم تنوري عليه ولازم أبتدي أهتمي به فالحمد لله إحنا مع اللجنة الباليمبية أتمنى أنه عندنا عشرين واربعة عشر باريس وعندنا مع الاتحاد الإعاقة زيني عشرين وثلاثة عشر هي بالصدفة باريس برضو أتمنى أنه إحنا نجيب مداليات أكتر لمصر عن السنين اللي فاتت يا رب ان شاء الله شاء الله